السلام عليكم إخواني تحياتي لكم اليوم سنطعم العنب وهذه النوع منها تطعم يسمى تطعم الخضرية أي بيع بالقلم الأخضر هذا حمل طعم من العنب سنركب عليها قلم أخضر من هذا الصنف من نوع الكاردينال لتغيير الشتلة في البداية بعدما قمنا بتعقيم الأدوات التي نستعملها على بركة الله نقوم بتحذير القلم بعدما قمنا بخص الأوراق نقوم بتحذير القلم أنا دائما في هذه العمليات أفضل برع برع واحد على هذا الشكل تركت هذا ليجذب الماء إلى الأعلى نقوم بهذا القص الأفوق على هذا الشكل نقوم بالشاق على هذا الشكل وبعد ذلك نقوم بتحذير الصنف الذي نريد تطعمه بهذه الطريقة كما تشاهدون بعدما قمت بعملية الشكل بعدما قمت بعملية الشكل نقوم بإدماج هذا القلم هذا البرع على هذه التركيبة الأهم الأهم في هذه العملية تناسب قشرات حامل طعم والقلم وبشرة نقوم بتحذير سيلوفان خاص لتطعيم نقوم بعمليات الربط عملية سهلة على هذا الشكل نحرص بربط الجيد لعدم دخول الهواء عملية بسيطة وسريعة ونجحة إن شاء الله هذا ما نسميه بالتطعيم الخضارية في العنب دائما لا ننسى أعلى القلم أن نضع عليه مادة المستيك ونقوم بربطه بهذا السيلوفان لكي لا يجف القلم نقوم بطروية هذا الأسيس وفي وقت الحاجة دائما نساعده والتوضع في مكان مضلل أي تحت الشجرة لا تنسوا الدعم والاشتراك للقناة ليصلكم كل جديد تحية لكل متتبعاء القناة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر